ان شاء الله ناخد مع بعض دلوقتي تدريبات على الدرسين الاول والتاني بداية من صفحة 122 وجيب هنا exercise on language تدريب على اللغويات بيقول هنا الجزء الاول او السؤال الاول complete the sentences كمل الجمل with the correct form بالشكل الصحيح او the word or the wordest للكلمة او الكلمات in brackets لبين الاقواص اول سؤال هنا بيقول لي هيبة مؤر like she's but she doesn't know عايز يقول هيبة لم تعتاد ان هي تحب الجبنة لكن هي تفعل الان يبقى هي في الاساس ما كانتش بتحب الجبنة لم تعتاد ان يبقى هنقول هنا ايه طالما قال لبات يبقى هنا لم تعتاد ان يبقى didn't use to المصدر عايز اقول لم يعتاد ان في الماضي didn't use to وبعدها هو جيب للمصدر like لم تعتاد ان تحب الجبنة رقم اثنين اللي هما اجدادنا use not in a small village اعتاد ان هما يعيشوا في قرية صغيرة يبقى use بعدها to المصدر مش to verb ing يبقى عايزون to المصدر يبقى to live اعتادوا to live اعتادوا ان هما يعيشوا to live رقم 3 did you not to work to work هل اعتادت ان انت تمشي العمل يا بابا بعد that did you not to work with you use to المصدر هو اجيب لتو المصدر يبقى باقي use فقط رقم 4 I not to work to school when I was a child هايز اقول انا اعتدت ان انا امشي للمدرسة لما كنت دفل صغير اعتدت ان في الماضي I used to one مصدر هو اجيب لتو المصدر يبقى باقي عندي هنا المفروض هكتم used رقم 6 ونقط play computer games but we done or do now احنا بنعمل دلوقتي بيقولي هنا احنا لم نعتاد ان احنا نلعب العاب الكمبيوتر لكن احنا بنفعلها الان لم نعتاد ان في الماضي didn't use to والمصدر يبقى didn't use to واجيب للمصدر play رقم 7 انت بقصت في الماضي people didn't not use energy saving light bulbs الناس ما كانتش معتاد ان هي تستخدم مصابيح موفرة للايه مصابيح موفرة للطاقة يبقى الكلام ده في الماضي لم تعتاد ان في الماضي يبقى didn't use to واجيب للمصدر يبقى use to use لم يعتادوا ان هما يستخدموا رقم 8 احنا اعتادنا نقط وطر ان احنا نهدر في المياه but now we try to save it لكن دلوقتي بنحاول ان احنا نوفر فيها يبقى اعتادنا ان احنا نهدر في المياه يبقى use to بيجي لبعدها المصدر نشير للاي انجي ونرجع الفائد لاصله وهو waste waste يعني يهدر او يضيع رقم 9 اعتادتش ان يكون عندي فرشات للاسنان كهربائية لكن دلوقتي انا عندي لم اعتاد ان في الماضي يبقى didn't use to والمصدر يبقى بدل don't هتبقى didn't رقم 10 رقم 10 بيقول لي هنا مامتي اعتادت يعني مامتي اعتادت ان هي تحصل على الحقائب البلاستيكية add the super market في السوبر ماركت لكن دلوقتي she gets paper once هي بتحصل على حقائب لكن من الورق عشان تكون صديقة للبيع اكتر يبقى هنا اعتادت ان في الماضي used to والمصدر واجب للمصدر يبقى بقى هنا used to بعد كده رقم 11 لم يعتاد ان هو يطفق الكمبيوتر الخاص به but he doesn't know لكن هو دلوقتي بيفعل يبقى بعدها المصدر بتاع الفعل وهو turn off يعني يطفق turn off يطفق رقم 12 لم يعتاد ان هما يرسلوا ايميلات كتبوا كتبوا الجوابات او الخطابات يبقى didn't use to المصدر لم يعتادوا ان يرسلوا يرسلوا الاميلات رقم 13 هذا المكان اعتاد ان يكون ايه ان يكون مصنع يبقى هذا المبنى وبعد كده المصدر بي يبقى انا عايزة المصدر رقم 14 واط نقط ايه اللي اعتادت ان انت تتعلمه في المدرسة الايه المدرسة المدرسة الابتدائي يبقى ماذا اعتادت ان واض did والفاعل ويستغل المصدر طبعا عندي الفاعل ويستغل المصدر يبقى باقي فقط did اني بسأل فيه عن حاجة في الماضي او عادة في الماضي دكتور سامح اعتاد ان هو يدي للمرضى او للناس قلوب جديدة يبقى هنا دكتور سامح used to والمصدر مش for لا to used بمعنى اعتاد ان رقم 16 he used to نقط my songs اعتاد ان هو يغنى اغاني اغاني ايه اغاني جميلة اعتاد ان بيجي بعدها المصدر بتاع الفاعل احزف الاس وهتيبقى sing يعني يغني جاي اللي بعد كيه صفحة 124 وبرده السئلة بتاعتي علاها لان جوجي علاها لغويات وقاعدة اف الشرطية القاعدة التانية يقول لي هنا اف او ان لو جاي اللي بعدها ايه بيجي اللي بعدها ماضي بسيط الجملة التانية بتكون وض او قد والايه والمصدر وض او قد زائد المصدر بتاع الفاعل وده في حالة الاحتمال مثلا تشوفوا بقى دلوقتي عندي هنا اول سؤال نبدأ نحل اسئلة ونطبق مع بعض القاعدة بتاعتنا اف او ان لو جاي اللي بعدها ماضي بسيط يبقى الجملة التانية كود او وض والمصدر ولو الجملة التانية جات مثلا وض والمصدر يبقى اللي بعد اف على طول او ان وهو ماضي بسيط اول سؤال بيقول اف اي نقط مرتين لو كان عندي وقت اكتر اي وود ريد مور او اي وود ريد مور بوكس كان محتمل ان انا اقرأ كتب اكتر يبقى عيني على الجملة التانية هلا الجملة التانية بتاعتي هنا ايه الجملة بتاعتي وضو المصدر طالما عندي وضو المصدر يبقى الجملة الاولى ماضي بسيط الماضي من هاف وهو هاد بعد كده اف هي شاط ذا دور لو هو يغلق الباب ذا ثيف تسأله سوص انتو ذا هوس يعني مش هيقدروا ان هما مش هيقدروا ان هما يدخلوا للبيت يبقى عندي هنا يبقى عندي مش هيقدروا ان هما يدخلوا للبيت يبقى عندي هنا بعد اف هيبقى عيني على الرابط بعدها شاط من الافعال هي سبتة معي جملة كده ماضي بسيط يبقى بحط عيني على الجملة الكاملة وشوفوا الجملة التانية هتكون ايه يبقى وضو المصدر طب هي منفية يبقى مش هيقدروا للايه مش هيقدروا المنزل يبقى والمصدر يعني يقدروا رقم ثلاثة اف اي هي سطدت او اف هي سطدت ولو هو يدرس يعني او يزاكر هي نقطة هيجيب درجات ايه هيجيب درجات عالية يبقى عندي هنا قاعدة اف جبل بعدها ماضي بسيط يبقى الجملة التانية وضو المصدر يبقى وض ايه وض جت سوف يحصل على وضو المصدر وض جت رقم اربع بيقول لي هنا ايه اف هي نقطة سطدت لو يتوقف يعني عن التدخين عايز يقول يعني كان محتمل ان هو يكون عنده اذا لم يتوقف عن التدخين كان محتمل ان هو يكون عنده مشكلة صحية يبقى بعد نشوف الجملة التانية لانها وضو المصدر يبقى الجملة الاولانية ماضي بسيط ماضي بسيط مع الفاعل التصريف التاني الفاعل التصريف التاني من وهو ايه تصريف التاني من وهو يبقى هنا يبقى هاتي ايه او اذا لم يتوقف عن التدخين يبقى انا عايزها منفية يبقى هنا بنفي في الماضي بالمصدر يبقى اذا لم يتوقف عن التدخين كان محتمل ان هو يصاب بمشاكل او يكون عنده مشكلة صحية رقم خمسة وات نقاط ايه كان محتمل تعمله لو فقدت وضيعت المحمول بتاعك في الحديقة يبقى عندي هنا قاعدة ايه جاب لي بعدها ادي ماضي بسيط عندي هنا الجملة التانية ماضي بسيط يبقى الجملة الاولى وضو المصدر يبقى وات 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 يو ايه كان محتمل ان انت تعمله يبقى وات رقم ستة لو كان عندنا وقت اكتر كان ممكن نزور المتحف الجملة التانية عندي هنا وضو المصدر يبقى الجملة الاولى ماضي بسيط الماضي من وهو رقم سبع كان محتمل نزور ونروح في الشاطئ كل عطلة نهاية اسبوع يبقى عندي هنا قدر رابط بعدها يبقى عندي هنا التصريف التاني للفعل يبقى كده جملة ماضي بسيط الجملة التانية يبقى الجملة التانية وضو المصدر يبقى وضو المصدر عندي رقم تمانية اف لو كن في مشاكل يعني ممكن تساعدني الجملة التانية نلاحظ عندنا هنا وضو المصدر بس عشان هي سؤال جاب لي وضو الفعل والمصدر يبقى الجملة الاولى بعد الرابط وهو ماضي بسيط الماضي من ايه الماضي من بي وضع وير وفي الحالة التانية من حالات اف الشرطية ممكن بستخدم وير مع اي فعل يبقى اف اي وير لو انا كنت رقم تسعة بستخدم وير مع اي فعل في الحالة الشرطية التانية منجروف اكتر على الساحل هيكون في فايدانات اي هيكون في فايدانات اقل يبقى عند الجملة التانية وضو المصدر يبقى الجملة الاولى ماضي يبقى اف ذير بادل ار هتبقى ايه بادل ار هتبقى وير عايز لها في الماضي رقم عشر اف وي لو كان عندنا نقود اكتر يبقى المصدر اه بس احنا قلنا انا عندي هنا بدل كان هتبقى وي كان ممكن نشتري لو كان معنا فلوس اكتر كان ممكن نشتري سيارة جديدة رقم حداشر اف نقط لو بناش في الغرداء كان محتمل نروح للشاطئ الجملة التانية وضو المصدر يبقى الجملة القضاء ماذا بسيط الفعل عندي الافعال المنتظمة هنضف فقط حرف دي للفعل لانه هو بينتهي بالاي رقم اتناشر يعني علمة ايه يعني علمة بيقية لو ما كانتش بتحب الطبيعة يبقى ما كانتش هتكون علمة بيقية لو ما كانتش بتحب الطبيعة يبقى عندي هنا الرابط اف جالي بعدها ايه ماذا بسيط منفي والله يبقى الجملة منفيه يبقى يعني كان محتمل ان هي ما تكونش بي الرقم تلتاشر ايه اللي كان محتمل تعمله لو حصلت على وظيفة في مدينة تانية او مدينة مختلفة يبقى عند الرابط اف جالي بعدها ايه والتصريف التاني يبقى جالي بعدها ماضي بسيط يبقى دي حالة الشرطية التانية يبقى عندي قبلها والفعل والمصدر تاني ما ده سؤال يبقى بدل هدي بقى وض رقم اربعتاشر طريق يعني كان محتمل ينجح ويكتاز الامتحان اف نوقت يعني لو كان هو يعني بجد اكتر يبقى عندي هنا قاعدة اف جالي قبلها وضو المصدر يبقى بعدها ماضي بسيط الماضي من وهو استدد استقر رقم خمستاشر بيقول لي هنا كرة طائرة تيم الفريق بتاعها كان محتمل يفوز بالمباراة لو كان فيهم او كان موجود في هذا الفريق لاعبين بتاع يعني افضل يبقى انا عند الرابط عين عليه اشوف كده الجملة الكاملة معايا الجملة الكاملة لقيت هوض والمصدر الجملة اللي بعد اف ماضي ايه ماضي بسيط الماضي من هاف وهو هاد لو كان عندهم لاعبين افضل رقم 16 لو انا مكانك كنت افضل ان انا اسافر لأي دولة اوروبية عشان يعني ان انا ادرس او للدراسة يبقى عندي هنا اف الجملة اللي بعدها وضو المصدر يبقى الجملة الاول ايه كانت ماضي بسيط الاستخدام النصيحة بستخدم مع اي فاعل يبقى لو انا منك او لو انا مكانك